النهاردة يا حبيبي كان عندي بقى ايه? تلت معالق كده من اللحبة المفروبة البعصاجة. فازاي نضعي في التلت معالق دولت ونحولهم لنص كيلو لحبة بفروبة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. تعمل يا حبيبي لنهاية الفيديو عشان تعملي ان شاء الله كده هوت بديل اللحبة المفروبة بطريقة بسيطة وسهلة بفكرة عبقرية فعلا. ويلا بينا نتابع الطريقة حبيبي مع بعض. احلى لحبة بفروبة تعمليها تنفعنا في جميع الحشوات. زي ما احنا شايفين كده ايه حبيبي? ده كده شكلها جميل جدا وطريقة اقتصادية وجميلة جدا اللي انت تعملت الطريقة دي. وزي ما احنا شايفين هنا عملت بيها آآ البطاطس بطاطس محشية لحبة مفروبة. وآآ فضر كمان معايا شوية. قلت بقى ايه شوية طباطم كده هندبهم معاهم. وآآ رز كده هوت. وآآ احلى يعني كانت احلى غدوة بصراحة يعني. فاتمنى حبيبي لنتوا تسافدوا بالفكرة الاقتصادية ديت. فكرة جميلة جدا. ان شاء الله كده تتلقي اعجابكم. ويلا بيها حبيبي لتابع بعض الطريقة بعض خطوة بخطوة. بس فضل وليس عبره ما تنسوا ليش باللايك والشير. يلا بينات تابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم اخوتي وحبيبي في الله في مطبخ طلبتك اوامر مع حنان الورائي. تعالوا بينا الاول كده نصلي على رسول الله على الفضل الصلاة والسلام. هنا معي تلات معالق كبار كده لحمة مفرومة كانت مع الصاجة وكانت فضله عندي يعني. فقلت اللي انا اعمل بيها الوصفة اللي هرده. اه معي بطاطس كيلو من البطاطس اه مقوراها ومحمراها وده كده التقوير محمرا برضو. وانا هوت معي بالنسبة للبهارات. اه بهارات اه بهارات اه بهارات اه بهارات اه بهارات اه من الفول السوية صغيرة. اه كنت لقعها بعشوية اه شربة اه لحمة او بكنت لقعيها في حبة مية وتعصرية. ومعي بصلاية ومعي اه حبة من الفلفل ومعلاقة من الصلصة. وربع فنجل كده صغير من الزيت. اه هنبدأ اللي انا هنحط كده مع الزيت. اه البصلاية. وحبة كده من الفلفل بقطعوه بشريح. وده كده فول السوية. اه فول السوية حطيت عليه البهارات. يعني ممكن تحط عليه بكعبين من المرأة اللحمة. كنت انا بفرفتهم بأدية وبتحط يعني شوية ملح كده. معلقة كده صغيرة من الملح. بس الملح انا هنحطه اخر حاجة يعني. يعني ومنحطه بقى ايه? بتحطي التوابل اللي انت عايزاها يعني. زي ما احنا شايفين انا كده واتحطيت المقلية كدهات ايه? اه على البوتاجاز. اه ببدأ اللي انا بشوح البصلية مع الحبة الفلفل. لا. واول بس ما تبدأ ان البصلية تتبل شوية هي والحبة الفلفل. فحب ده اللي انا انزل عليها بقى ايه? بالفول السوية اللي انا حطيت عليه البهارات. اه يعني بتجيبي كوباية. بتجيبي فول السوية بيتمع مجروش في السوبر ماركت. بتجيبي نص كيلو تخلي عندك او كيلو. لو كيلو عيود عندك فترة طويلة. اه بخدت بكوباية ونقعتها بحبة شربة صغيري. لا. وستهم عشر دقيق. بعد كده صفيتهم. صفيتهم كويس. والشربة بتدي طعم. اه طعم يعني بتعزز الطعم معاكي. تطلع لك اللحمة المفرومة. لكنها لحمة مفرومة فعلا. اه بعد كده هو بنشوحهم مع البهارات. بتحط البهارات اللي انت عايزاها بس تكون بهارات خاصة باللحمة. يعني مكعبات دجاج بتاعت لحمة. اه سبع بهارات. اه فلفل اصمر. الفبضرة. اه بتحط الملح. دلوقتي انا كان عندي بقى اه لحمة مع الصغير. يعني كنت عاملة مكرونة بشاميل. ولا بقاملها فحش بتلحمة لحمة يعني. يعني. فحش بدها تلات معاني عشان قدب لكم الوصفة ديت. يعني لو انت عدي كبية بسيطة من اللحمة. اه ممكن تعبينها. ممكن تعبينها من غير لحمة خالص يعني. انا عامل لكم فيديو قبل كده من غير لحمة خالص. اه ما استخدمتش فيها اللحمة. يعني كده شغالة وكده شغالة. اه طبعا بقلب بقى ايه كده? بقلبه بقى بعض. اه مفيش يعني مسافة دقتين وخلاص على كده. تبقى معاكي بنفس الشكل كده. اه طبعا شفتوا بقى. تلات معاني بس من اللحمة المفروبة. عبيتلي قدي. عبيتلي نص كيلو من اللحمة اللحمة المفروبة المعصجة. طبعا انا عامل بقى الوصفة الضهاردة. وحعمل معاكم بطاطس اللي انا مقورها. ومحمرها. خدت التقوير اللي انا حمرته. وحطيته كده ايه معاها? وحقلبه. اه كويس. وحطيت برضو معاها وهي على المتجازب عليها كده من الصلصة عشان ايه تديلي اللون برضو لون اللحمة المفروبة. اه زي ما احنا زي ما احنا شايفين يعني. بنقلب كله مع بعضه. بتزبطي بقى الملح يعني بتدقيها. بحتاجة رشة ملح كمان بتحطي. مش بحتاجة خلاص. ابتوا كده ايه? ابتوا كده عرفتوا. يعني حنقول لكم يعني بالزبط يعني يعني بتحطي عليها مكعب واحد او اتنين من مرأة اللحمة. اه بعد كده بتحطي لص معلقة صغيرة من الارفة البودرة. لص معلقة صغيرة من الفلفل الاصبر. اه معلقة صغيرة كده من الملح مش مليانة قوي. اه بعد كده هوت بنحط بقى ايه معلقة كده صغيرة اه من من الصلصة. صلصة الطماطق. ما اه اه او معلقة كبيرة يعني. ما فيش مشكلة. اه بعد كده بنقلبهم مع بعض. بعد البصلاية تكون اتشوحت شوية. مع الايه? مع الحبة الفلفل على المتجز مع ربعة كوباية الزيت. وبعد كده هوت اه بنشوح كله مع بعضه. اه وبعد كده بنبدأ نقلب عليها التقوير اللي انا اه كنت محمورة بتاع البطاطس. وبنبدأ اللي انا احشي البطاطس زي باحدة شايفين. طريقة سهلة وبسيطة. والفكرة فكرة عبقرية فعلا. واتعملي بطاطس بحشية لحمة مفروبة. اه يعني بثلاث معالق بس. يعني بثلاث معالق لحمة بس. اه اتعملي كيلو بطاطس بحشية لحمة مفروبة. وتفرحي اولادك. والطريقة دي الطريقة اقتصادية وسهلة وبسيطة. وزا ده كده انا بك حشية الكبنية اللي باعي. واللي اللي فضل. اه حبدا ان انا احطوا بقى ايه في طبق. واقدموا مع مع الاكل يعني اقدموا بقى مع شوية رز وشوية طباطس كده بقطعهم. اه فاكلة جميلة جدا على فكرة. والطعب بتاعها اكد لحمة مفروبة فعلا. لان احنا بنشكل فولسوية بتشكله بالطريقة اللي احنا عايزين اللي احنا نعمله لحمة مفروبة نحط له بهارات لحمة. لو حطيتي بهارات دجاج اتقلب بعاكل لطعب الدجاج. جا كدك لطعب الدجاج. اه فاحنا بنتحكم فيه زبا احنا عايزين. دي كده كوباية من المياه الصغيرة. اه كوباية مياه صغيرة. حطيت عليها رشة ملح ورشة فلفل اصمر معلها كده صغيرة من السبسة التماطل. وبنبدأ نقلبهم مع بعض عشان دي حزق بيها البطاطس. اه بس كده هوت. واحط بقى ايه? ادخلها بس احط احط صريط البطاطس على البتاجاز. مفيش يعني خلي النار يعني وسط كده مش عالية. اه البطاطس بس يا دوبك تتشرب الشربة بس تتشرب كوباية المياه اللي انا حطيتها دوادي. اه او كوباية شربة يعني شربة وتحط عليها اه لو الشربة اه طبعا فيها الملح والفلفل فما تحطيش يعني كوباية شربة عليها معلقة صلصة وخلاص على كده. مفيش شربة يبقى انت هتعملي بالطريقة اللي انا عملتها اه ازي ما احنا شايفين. اه كوباية المياه عليها رشة ملح رشة فلفل اصمر معلقة من الصلصة. حط نعم عليها وبنسيبها مفيش عشر دقايه. وبعد كده اه بندخلها تحت الشوية حاجات بسيطة وبنقدمها زي ما احنا شايفينه. وده كده اللحمة المفرومة اللي فضلت معايا. اه بطريقة اقتصادية حبيبي عملتها معاكم. وفي اليوم دهوت يعني عملتها و اه وفرحت اولادي بيها. يعني اه يعني يعني ما يعني ما فيش يعني ثلاث معالق لحمة مفرومة. اه حاولتهم لنص لنص كيلو ازيت كبال. يعني ازيت بنص كيلو لحمة مفرومة كبال. لان انا عملت حاشية الكيلو من البطاطس. وفضل معايا كمان في الطبق زي ما احنا شايفين. اه بفكرة جميلة جدا. اتمنى انتوا تكونوا استفدتوا بالنهاردة بالطريقة الاقتصادية دي. طريقة اقتصادية لعمل بطاطس محشية لحمة مفرومة من من مفيش يعني. اه قولي رأيكم كده ايه حبيبي في الطريقة. بس في حاجة ملحوظة حبة اللي انا اقولها لكم. طبعا فوائد اه فوائد اه فوائد اه اضرار. اه يفضل اللي انت ما تقطريش اه منه. اه يعني مش اه الوصفة اللي انت استخدمي فيها فول اه يفضل انت بتعملهاش يعني يومية ده. يعني اه يعني اه يعني انا بالنسباني لما بعمل وصفة فيها فول سوية. اه يعني زي ما تقولوا كده مرة كل شهر لما اعمل حاجة فيها فول سوية. شكرا للمشاهدة. السلام عليكم.